امانويل ماكرون الفرنسي السابق جاك شيراك واكدت على نجاح الدبلوماسية الفرنسية الغائبة منذ فترة عن الشرق الاوسط من مصرفي سابق الى وزير للاقتصاد ومستشار للرئيس فرانسوا اولاند ثم اصغر رئيس جمهورية في تاريخ فرنسا دخل ماكرون قصر الاليزي عام 2017 تحت عنوين التجدد والوسطية ومنذ ذلك الحين حث الخطى على اعادة فرنسا الى قلب الساحة الدولية فرنسا التي لا تفوت فرصة لتثبت انها الام الحنون للبنان وانها تتأهب في كل مرة لحماية هذا البلد واستقراره فبينهما علاقات تاريخية استثنائية منحت فرنسا ميزة الاهتمام اكثر من غيرها بالشؤون اللبنانية بسيادة لبنان وبدوره في المنطقة وما قام به ماكرون تجاه لبنان والرئيس الحريري يؤكد على خصوصية هذه العلاقة هو الذي اكد مرارا على القيام بكل الجهد الضروري لدعم القوات المسلحة اللبنانية في معركتها ضد الارهاب وسعى لتحريك المجتمع الدولي لدعم لبنان في قضية النازحين السوريين واعطاه اولوية في سياسته الخارجية الامر الذي شدد عليه حين زار لبنان خلال حملته الانتخابية للاطلاع على شؤون النازحين لم يوفر الرئيس الفرنسي مناسبة الا واشار فيها الاهمية تلك العلاقات مبديا ارادة صادقة في اتخاذ مبادرات ملموسة للحفاظ على الامن وديمقراطية المؤسسات في لبنان من هنا كان تحركه باتجاه السعودية لحل ازمة الرئيس الحريري واستقباله له ولعائلته من بعده هو الذي اعلن بعيد انتخابه انه يريد ان تكون فرنسا حاملة للحلول والمبادرات عند نشوب ازمات جديدة وان تكون قادرة على اسماع صوتها وعلى التدخل لدى المنظمات الاقليمية قائد اوروبا المستقبلي هكذا عنونت صحيفة التايم الامريكية في وصفها لامانويل ماكرون الذي رفع شعار اعادة التوازن لسياسة فرنسا الخارجية وتجلت رؤيته هذا في مواقفه من الاحداث خصوصا في منطقة الشرق الاوسط من الحرب السورية الى الملف النووي الايراني معلنا بذلك نهاية حقبة امتدت لعشر سنوات سيطرت فيها كما يقول الرئيس الشاب طروحات المحافظين المستوردة الى فرنسا ومردفا الديمقراطية لا تصنع من الخارج بمعزلن عن الشعوب صرف أمبر كبشة الرئيس لا رميس لا رميس لا أمبر نهاية حقبة شكرا